اعربت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عن اعتزازها بالدور المحوري الذي يطلع به عمال مملكة البحرين واساماتهم في اثراء المنجزات الوطنية وعطاءاتهم المؤثرة في دفع وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه نعم ثمنت معالي ما يتسم به العامل البحريني من ابداع وتميز وكفاءة في مختلف مواقع العمل والانتاج بما يؤهله يكون الخيار الاول دائما في التوظيف وسوق العمل بمناسبة اليوم العالمي للعمال اكدت رئيسة مجلس النواب اهمية تكاتف الجهود والتعاون المستمر بين اطراف الانتاج للحفاظ على الوظائف واستقرارها لتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات لمملكة البحرين وعمالها وتعزيز مكانة الوطن في مختلف المحافل العمالية كما نوهت زينال الى حرص مجلس النواب على دعم وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق البرامج الرامية لتوظيف البحرينيين واعطائهم الاولوية الى جانب العمل الدؤوب عبر تفعيل الدور التشريعي من خلال الارتقاء لمستوى البرامج التأهيلية والتطويرية فضلا عن السعي لمساندة المبادرات الطموحة التي تصب في اطار دعم البحرنة وتمكين المواطنين من الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ترجمة نانسي قنقر